تحت عنوان لا تأجيل الانتخابات البلدية في موعدها أطل الموقع الإلكتروني المحسوب على رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي مؤكدا حصول هذا الاستحقاق وكاشفا عن إرسال إحدى الشخصيات المخضرمة من الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى لبنان أوكلت إليها مهام الإشراف على سير الأمور فيما يتعلق بالانتخابات البلدية خبر لم تتمكن لو تيفي من تأكيد صحته فرغم التواصل مع أكثر من جهة معنية بهذا الملف إلا أن لا أحد على علم بهكذا زيارة والمصادر أكدت أن الاتحاد الأوروبي أصلا لم يراقب الانتخابات البلدية والاختيارية السابقة ودوره يقتصر على تمويل الجمعيات التي تدعو لتعزيز المشاركة وحضور المرأة في هذا الاستحقاق وغيرها وسألت المصادر طالما تحضيرات وزارة الداخلية لم تبدأ بعد فعلى شو بد يشرفه مشهرتان إلى أن تنقيح لوائح الشطب وتصحيحها ليس دليلا على نية إجراء الانتخابات لأنه عمل تنظيمي أوتوماتيكي يحصل في كل عام وفيما خففت المصادر من أهمية الدور الأوروبي في هذا المجال أبدت شكوكا بحصول الانتخابات البلدية في ظل وجود أكثر من إشكالية وقالت صحيح أن دعوة لايئات الناخبة يصدر بقرار عن وزير الداخلية ولا يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء إلا أن للاعتمادات قصة أخرى فإذا لم تلحظها موازنة 2023 المرتقبة فلابد من اجتماع مجلس النواب لإقرارها هذا من جهة أما من جهة ثانية فالقانون الأكثري الذي ستجع على أساسه هذه الانتخابات يتضمن ثغرات عدة ومنها على سبيل المثال للحصر من سيشرف على هذه الانتخابات طالما هيئة الإشراف محصور دورها فقط بالانتخابات النيابية من سيراقب الانفاق الانتخابي ماذا بالنسبة لرسم الترشح وهل سيبقى على حاله أي 500 ألف ليرة فقط أم سيصار لتعديله في ظل انهيار سعر الصرف من سيراقب تكافؤ الفرص بالنسبة للظهور الإعلامي وهل يصبح الهواء مفتوحا فقط لأصحاب الرسميل والأحزاب المقتدرة الجدية بإجراء الانتخابات البلدية تبدأ بحل هذه الاشكاليات إذن وليس ببث أخبار معلبة ومقصودة قد يكون الهدف منها فقط إيهام الناس بأن الحكومة مصممة على إجراء هذا الاستحقاق قبل أن تعود وتتحجج بظروف حالت دون ذلك كما يرجح أكثر من مصدر ترجمة نانسي قنقر